أيضا ورد قبل قليل قالت الخارجية الأمريكية أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيخفف الصراع بين إسرائيل وحزب الله على الجبهة الشمالية حيث قال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في إحاطة صحفية أن واشنطن تواصل المحادثات مع حكومة إسرائيل ومصر وقطر للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة من واشنطن ينضم إلي مراسلنا عبد الرحمن البرديسي عبد الرحمن أبرز ما جاء في تصريحات الخارجية الأمريكية وفي أي سياق تأتي أيضا هذه التصريحات نعم ظاهر ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تحدث على إمكانية الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار والجهود الدبلوماسية مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية ومع حكومتي مصر وقطر حتى يكون هناك أمل في هذه الصفقة وبالحديث على رد حماس قال إن رد حماس على بعض النقاط الخاصة بما تسمى بخارطة الطريقة التي أعلن عنها بايدن في الثلاثين من مايو الماضي يقول كان الرد غير متوقع في بعض البنود وصعب تنفيذه وردود أخرى من حماس ربما سيكون من السهل علينا تنفيذها ولكن لا بد للرجوع إلى الحكومة الإسرائيلية ومناقشة هذه البنود مرة أخرى وفي الأخير كان يتحدث على نعم ربما يكون هناك أمل في التوصل لاتفاق أخير ولكننا نعمل الآن على سد الفجوات بين الطرفين ولا يجزم ماثيو ميلر بربما إمكانية وجود صفقة الآن ولكن العمل مستمر والجهود الدبلوماسية مستمرة والحديث على الجبهة الشمالية لإسرائيل والتصعيد مع حزب الله أكد ماثيو ميلر من الخارجية الأمريكية بأن صفقة وقف إطلاق النار ستسهم بشكل كبير جدا في تخفيف هذا الصراع وربما نهاية الصراع على الجبهة الشمالية مع حزب الله وقال نحن نأمر حزب الله بأن يخفف من وطأة التصعيد ضد إسرائيل وأيضا قال ماثيو ميلر أن السبيل الوحيد لدخول المزيد من المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة هو وقف إطلاق النار والوقفات التكتيكية التي أعلنت عنها إسرائيل رحبت بها الخارجية الأمريكية وقال ميلر أنها ستسهم بشكل كبير جدا في دخول المزيد من المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة وبالحديث على المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية قال ماثيو ميلر أنه أمر داخلي إسرائيلي ولكن لابد أن لا نغفل بأن أي وجود متطرفين وتصريحات المتطرفين هذه لا تثمر في أي وجود اتفاق وهي تسهم بشكل كبير جدا في ضرر الإسرائيليين كبقية الضرر الذي يحدث للفلسطينيين ولكن لم يعلق كثيرا ماثيو ميلر والخارجية الأمريكية على استقالة جانس مرة أخرى وقال نحن عندما نتلقى هذه المناقشات بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأمريكية لا نأبه كثيرا بمن هو قائم في الحكومة ولكننا نتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وبعد ذلك نناقش هذه الأمور لا نناقشها متعلقة بمن يوجد في هذه الحكومة حكومة الحرب أو حكومة الإسرائيلية بشكل عام ولكن نناقشها حسب سياق هذه الأمور وفي الأخير كان يتحدث على أهمية التوصل لاتفاق المباحثات مستمرة حتى وإن كان يشبها بعض الصعوبات ولكن الجهود الدبلوماسية مستمرة في الأخير للوصول إلى اتفاق وانتقد أكثر من مرة موقف حماس ورد حماس في بعض الأحيان بأن الرد كان فيه طلبات مفاجئة من بعض الشيء وطلبات صعبة جدا أن تحقق من قبل الإسرائيليين والرد الآخر ربما بنود خفيفة يمكن التغلب عليها ولكن لا يمكن أن تغلب عليها إلا عن طريق المحادثات المباشرة مع الإسرائيليين عبد الرحمن البرديسي مراسل عربي من واشنطن شكرا لك